اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا التحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية يابل ما أبلش في توقعاتي لكم يا مواليد العذراء اللي بيجي بكتب لي تعليق بقول لي أنت سلبي أنت دمرتنا أنت ما حكيت إشي كويس أنت بتكرهنا أنت زعلان مننا والله إلا زعل منه خذ الإشي الإيجابي وإذا ما حبيت النصيحة مني ارميها في سلة زبالي كأني ما حكيت ولا شيء تفقنا فأنا نبلش بما أنه الشمس موجود في الدلو يعني بيتك السادس هذا البيت إلو علاقة بالصحة وبالعمل عشان هيك الشهر هاد في المكان تاعه يعني الشمس في مكانها تضغطك في العمل تضغطك صحيا هي الفترة مش بطالة يعني فيها أشياء إيجابية ولكن ما رح يكون فيها معجزات وما رح يكون فيها مشاكل كبيرة ممكن الشيء الوحيد اللي بيتطلب منك الاهتمام هو المجال الصحي أو الشيء الصحي خلال هذا الشهر لأنه طاقتك ضعيفة فعندها قابلية إنك أنت إنالك من الحب جانب وتمرض لك مرضى لا سمح الله لا قدر الله عشان هيك لو حسيت بأي أعرض لو امرضت بالفترة هاي ما تهمل الموضوع وتقول لا عادي مي وعصير ليمون وبتمشي الأمور اهتم في حالك وروح شوف الدكتور خليه يكتب لك أدوي عشان أنت ما تتفاقم الأمور عندك لأنه طاقتك ضعيفة اتفقنا؟ هاي أول مسألة بالنسبة للمريخ مش تقولولي أني أنا هاد هو المريخ أنا ماليش علاقة يعني بدكوا تتجنبوا أي مواجهة مع أحد أفراد العائلة لا مشاكل ولا عصبية واللي بيشتغلوا منكوا في المجالات اللي إلها علاقة بالنيران أو الأدوات الحادة بدهم يكونوا حذرين وخصوصا ستات البيوت اللي بيشتغلوا في المطابخ يتفقدوا جرط الغاز يتفقدوا البرابيج الجو بارد اللي بيشعلوا صبات ينتبهوا لهاي الأمور وبينتبهوا من الأدوات الحادة وبدكوا تضبطوا أعصابكوا أثناء التعامل مع أحبائكوا ما تتهوروا وما تعصبوا وما تكبروا الأمور لأنه ما فيه إشي مستاهل فترة وبتمضي بس تحملوها بالنسبة للزهرة بتعزز الشراكة ماليا وعاطفيا وتتاح الفرصة للحصول على مال من شراكة أو تعويض وفي منكم ممكن يطور علاقة ويوصل لمرحلة أنه قناعته الكاملة أنه لازم يرتبط أو لازم يصل لمرحلة الزواج يعني منقدر نقول أنه الفترة هاي متقلبة بالعموم ومتناقضة مرة معك ومرة عليك إنجز أعمالك أهم شيء وما تهمل فيها وما تستخف بالمطلوب منك وسر نجاحك هذا الشهر الدقة التنظيم واحترام المواعيد بالنسبة لكوكب عطارد بيفيدك بأفكارك وبقدراتك وطريق التعاملك مع الزملاء ممكن كلمتك تكون في مكانها وهذا الإشي يدعمك عند زملاءك يحط فيك تقرير إيجابي بيفيدك عطارد بتبادل الآراء والأفكار خصوصا للي عندهم شركاء أو عندهم شركات بتعملوا من خلالها ولكن في لحظات اللي بتراجع فيها كوكب عطارد بتضغطكوا في هاي النقطة وبخلي في نوع من أنواع سوء التفاهم بينك وبين الشركاء بعد 19 الشهر بتصير الشمس مقابلك مباشرة في الحوت فهي فترة سلبية مش مثل بداية الشهر يعني نقدر نحكي سلبيتها أخف وغير ولكن المشكلة فيها إنه بتحمل هاي الفترة نوع من أنواع المواجهات والخصومات أو توتر مع شخص أو مع جهة معينة أهم إشي إنك ما تخالف القوانين ولا تخالف التعليمات وما تتدخل في شؤون الآخرين مهما ألحات عليك شخصيتك أترك كل حدا في حاله إذا عرفت تحمي علاقاتك مع الحبيب الحظ بوعدك بارتباط إذا كنت عزا به أما إذا كبر الخلاف ممكن تخسر الشريك وتكون هاي قطيعة ما بينك وبينه تكون دبلوماسي في التعامل مع الآخرين ولا سيما الأهل والأحبة والله أعلم هاي كلها توقعات ماشي؟ أرب نكون اتفقنا الله أعلم في البداية والنهاية إن شاء الله ما بصيبكو غير الخير يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء